دعا زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر إلى تظاهرات مليونية سلمية موحدة للتنديد بالوجود الأمريكي في بلاده دون أن يحدد موعدا لذلك قال الصدر في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية كان البرلمان العراقي دعا الأسبوع الماضي القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية إلى الرحيل وسط ردود فعل متزايدة على الضربة الجوية التي شنتها واشنطن وأودت بحياة قيادي في هيئة الحجر الشعبي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني